2420 طالبة توزعنا في 121 حلقة ضمن 11 مركزاً صيفياً احتفلت مؤسسة منارة الهدى باختتامها في حفل خطابي تكريمي بعد أن جعلت الإجازة الصيفية موسماً من مواسم العلم النافع والأنشطة المفيدة بإقامة تلك المراكز التي نهلت من علومها الطالبات واجتهدت في تعليمها المعلمات نختتم المخيم الصيفي الخامس الذي تقيمه مؤسسة منارة الهدى لعدد 2420 طالبة موزعة في 11 مركزاً في مناطق عدة في المحافظة أنا سأل الله سبحانه وتعالى لهذه المؤسسة التوفيق والسداد أشادت كلمات حفل التكريم بجهود المؤسسة وحثت على استمرار تحصين النشأ والعمل على غرس قيم الدين الحنيف بعيداً عن الأفكار الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني وحفاظاً على النسيج الاجتماعي والقيم الأصيلة للمجتمع الحفل الختامي للمراكز الصيفية والتي تشرف عليها مؤسسة منارة الهدى هذه المؤسسة الرائدة والتي لها تفاعل إيجابي ونشاط وأنشطة متعددة فيما يخص الأنشطة العلمية المتعلقة بتربية النشأ وخاصة البنات تنوعت مواد الدراسة في المراكز الصيفية بين القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغة العربية والحديث الشريف والمهارات والمعارف المختلفة التي تسقل شخصية الفتاة وتنمي مهاراتها وقدراتها وتبني شخصيتها السوية وتحافظ على هويتها الدينية والوطنية في ظل الاستهداف الممنهج للدين والوطن الفوائد كثيرة أمو أن تعلم قيمة نفسك وما المسؤول يسجاه دينك ووطنك وأسرتك وكيف تكون شخصية نافعة وفاعلة وطموحة أكرمني الله بالالتحاق بمركز النور العام الماضي وكنت حريصة على الالتحاق به مجددا فوجدت ما كنت أتمنى من المتعة والفائدة في حلة جديدة وبرامج متنوعة واختتم الحفل بتكريم المبرزات من الطالبات والمعلمات في المراكز الصيفية بشهادات تكريمية وجوائز رمزية وسط جو من البهجة والرضا من قبل أولياء أمور الطالبات محمد القليصي لقناة سهيل مأرب